اشتركوا في القناة في قوة دفاع البحرين في مصاف احدث المراكز الطبية اقليميا ودوليا رؤية وايدة للخدمات الصحية والعلاجية يمثلها مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب الذي يعتبر منارة تجسد التطور الفعال والمستمر للمنظومة الطبية المتقدمة مملكة البحرين لطالما كانت سباقة في بناء الصروح الطبية وتحقيق الانجازات بالشكل متلاحق ما عزز من موقعها في القطاع الصحي ومثل قيمة مضافة لها خصوصا في ظل متابعة كل ما هو جديد في هذا المجال والاستعانة بأحدث المتطلبات العلاجية عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية وتأتي خطوة المركز المتعلقة بشراء أحدث جهاز للتصوير المقطعي للتشخيص الطبي المتطور لتؤكد أهمية متابعة التقدم التكنولوجي ومجاراته بالاستعانة بكوادر بحرينية مختصة على أرض الواقع لضمان الكفاءة والسرعة في التشخيص والعلاج من خلال هذه التقنية التي ستقلل من الإجراءات التداخلية وتسهل في اتخاذ القرارات العلاجية الفعقالة وتعزز اكتشاف أمراض الشرايين التاجي ومراقبتها بالإضافة إلى تصوير أمراض القلب الخلقية عند الأطفال والكبار وتصوير الشرايين المتكلسة مع وجود الدعامات دون الحاجة إلى الإجراءات الجراحية تحقيق الصحة الجيدة ورفاهية المجتمع إحدى الأولويات في مملكة البحرين ولتحقيقها تستمر المملكة بجهودها الكبيرة في دعم وتعزيز دور منظومة المستشفيات وجعلها في مصاف أحدث المراكز الطبية عالية المستوى إقليميا ودوليا من خلال التطوير المستمر لمبادرات الصحة العامة وتبني الإبتكارات التكنولوجية في تقديم الرعاية للمجتمع